عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات الانتاجية في إطار خطة الدولة لتوفير مستلزمات الانتاج وخلال الاجتماع استعرض وزير التجارة والصناع الوضع القائم بالنسبة للمجمعات الصناعية مشيرا إلى أنه على مدار الفترة الماضية تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية وأن الصعيد يستحوذ على 51% من عدد الوحدات الصناعية